الزمالك تعادل أو فرقه تعادل مع الزمالك 2-2 ليه؟ إن الزمالك بدأ المباراة بشكل جيد جدا وإدر أحمد سيد نمار أو سيد نمار عفوا يسجل هدف الأول لنادي الزمالك في الديئة 26 الهدف أمام حضراتكم وكان يبدو إن الزمالك داخل المباراة وعايز صالح جماهيره بعد الهزيمة الكبيرة أمام النادي الأهلي حلو والأمور كانت مشية بشكل يبدو فيه إن إحنا هنشوف مهرجان أهداف من نادي الزمالي يعني بعد الهدف الأول من عيده ههو لنمار وراح إبراهيم أنا ضايق سجل الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق تحديدا في الديئة 31 عشان الزمالك يتقدم بهدفين حلو ميسر متسر وفارقه يبدو إنه ما كانش داخل المباراة بجاهزية كاملة أو بتركيز كامل بعدها انتهى الشوت الأول بتقدم الزمالك بهدفين نظفين والناس تتحدث إنه خلاص الزمالك بينهي الموسم بشكل جيد فوز مع نهاية موسم أمور حلوة حلوة دخلنا الشوت الثاني وقدر إبراهيم إقدر سيف تيري يسجل الهدف الأول لفارقه في الديئة 63 زي ما حراجكم شايفين صراحة رغمناها متعاطف معا جدا بس لازم نحطها على مية استفهام على مستوى محمد صبحي في الفاترة الأخيرة الهدفين برضو بجزء كبير فيهم سيف تيري راح سجل الهدف الثاني وبعدها التسع دقايق تحديدا في الديئة 72 ومحمد صبحي في مشهد استسلام غريب جدا مشهد بتاع الاستسلام بتاع محمد صبحي ده والصورة دي والصورة وهو بيدرب على وشه بعد مباراة الأهلي فكركم بس الصورة دي هتقول يا جماعة حتى الصورة هو والصورة بس وهو الهدف التاني بيخش في نادي الزمالك ورد فعل محمد صبحي لحظة اليأس دي من الفرقة ومن الدفاع ومن نفسه فكرتني زمان بحارس كبير جدا في نادي الزمالك كابتن عبدالوحد السيد اللي هو مدير الكرة الحالي في نادي الزمالك عدت فترة كده صعب على نادي الزمالك في منتصف يعني في 2005 وانت طالع كنت بشوف ده رد فعل كابتن عبدالوحد السيد فكرة اليأس الأحباط من النتائج ومن الأهداف السهلة اللي بتخش نادي الزمالك وانا ليه ربطت الاتنين ببعض عشان أبدأ كلامي وأقول مع نهاية موسم الزمالك المحلي وفرصة نتكلم دلوقتي يعني أنه جميل الزمالك أبدا ما تستحقش كل شوية كل موسم والتاني ضربة تقيلة صعب حرام هتقولي بتقولي مين الكلام ده بقوله لكل واحد يهمه أمر نادي الزمالك أنا لا بحدد أسماء ولا في دماغي أكلم فلان أو فلان أو فلان أنا بقول لكل واحد بيحب نادي الزمالك بيشتغل لنادي الزمالك شايف أن نادي الزمالك له شعبية كبيرة تستحق تستحق من كل من يعمل في نادي الزمالك أنه يعمل كل اللي عليه أنا ساعات ما بفهمهاش في نفس المكان غالبا في نفس التاريخ الموسم الماضي واقف هنا في مكاني وأشيد بكل من يعمل في نادي الزمالك إدارة جهاز فني ولاعبين إزاي إدارة عملت هدوء للجهاز الفني خلته ينجح إزاي جهاز فني اشتغل بشكل محترم جدا عشان الفريق ينجح إزاي لعبين اشتغلوا بقلبه وبروح عشان الفريق ينجح ليه فجأة وده معتاد ومستغرب جدا في نادي الزمالك كل ده ممكن يتهدف لحظة لا قدارة تشتغل بيدوء ولا جهاز فني اشتغل بشكل كويس ولا لعبين يدوا بقلبهم ليه فجأة كله مع بعضه بيقع ما عرفش فهي جماعة وكروا دايما أن جمهور نادي الزمالك بملايين الملايين حرام نزاق على الملايين طول الوقت حرام هتقول لي اه يعني انت انت شاء الله هم ملايين انا عارف هاللوقتي واحد مثلا من مشاجهة النادي الزمالك كنواي بيتفرج يقول لي ايه ده ايه ده هوا ملايين الجمهور نادي الزمالك تنبسطوا احنا ننزع لا لا خالص انا همني جمهور نادي الاهلي يفرح وجمهور نادي الزمالك يفرح وجمهور مصري والاسماعيلي وبالمناسبة لما بقول جمهور نادي الزمالك ما يستحقش ده انا مش بتكلم على انه لازم يكسب بطولة بس يبقى الشكل كويس ما انت بتكسب وبتخسر نادي الزمالك بيكسب وبيخسر مش حكاية بس اللي فيه نادي الزمالك يتحمله كل من يعمل في نادي الزمالك كل من يعمل في نادي الزمالك واقولها ولتها السنة اللي فازت زمالك فاز السنة اللي فادت دون دعم أو مسندة أو ظروف خارجية والزمالك لم يقدم هذا الموسم السيء بسبب أي ظروف خارجية ما فيه ظروف خارجية هي ظروف داخلية نادي الزمالك بيده ينجح ونادي الزمالك بيده يتعصر فاللي بيحب الزمالك يراعي ربنا في نادي الزمالك ماشي ده الزمالك